السلام عليكم ورجعنا لكم فيدي جديد من جتي اي في واليوم بنحاول نعرف مين الأفضل بالنسبة للمهمات مهمات لستر داخل البيت أو مهمات الفاسيليتي وفي عدة أشياء لازم نحسبها عشان نعرف مين الأفضل من بينهم فمثلا السعر عشان تسوي المهمة عدد الأشخاص عدد المهمات وأخيرا أرباح المهمة ونبدأ مع سعر الأملاك اللي يفتح لك المهمات وبالنسبة للبيت فلازم يكون من فئة هاي اند وما يعتبر غالي لأن الأسعار تبدأ من 200 ألف على أرخاص بيت بينما في الفاسيليتي أرخص وحدة تكلفك مليون و250 ألف وانت مو محتاج تشتري أي أضافة جديدة عشان المهمات لأنها شيء أساسي وتجي معها أول ما تشتريها إذا اشتريت البيت بتاخذ قراجي كف في عشر سيارات مجانا ونفس الشي بالنسبة للفاسيليتي تعطيك مساحة كبيرة لتخزين السيارات والمركبات ونتجه للمهمات داخل البيوت وهنا عندنا خمسة سيطب وكل وحدة تحتوي على عدد من المهمات الصغيرة ذا فليك جاب وفيها ثلاث مهمات ولازم تدفع 11500 عشان تبدأ فيها ذا بريزون بريك وفيها خمس مهمات ولازم تدفع 40000 ذا هيومان لابس رايد ست مهمات و54000 سيريز اوف فوندينج ست مهمات و40400 ذا باسيفيك ستاندرد ست مهمات و100000 وهذا يعني انه عندنا 26 مهمة تابعة للبيت وعشان تسويهم كلهم لازم تدفع 245900 مقارنة بمهمات الفاسيليتي عندنا ثلاثة سيطب ذا داتا بريتش وفيها ثلاث مهمات ولازم تدفع 65000 ذا بوكدان برابلم أربع مهمات و95000 ذا دومز داي سيناريو وفيها خمس مهمات و120000 ومجموعهم يساوي 12 مهمة عشان تسويهم لازم تدفع 280000 ومثل ما تشوفون في فرق كبير بين عدد المهمات ولكن هل زيادة العدد يعني انهم أفضل؟ هذا الشيء اللي نبي نعرفه وقبل ان نتكلم عن المربح والجوائز لازم تعرف ان كل مهمات البيت تحتاج لأربع أشخاص كحد أدنى عشان تسويها معادة أول ستاب تتابع لزافليكة جاب وتحتاج لشخصين فقط واعتقد ان كلنا واجهنا صعوبة في بداية المهمات لان عدد الأشخاص قليل ونادرا ما يدخل أحد معك ويكمل المهمة بدون ما يموت لهذا السبب روكستار نزلت العدد إلى شخصين كحد أدنى في كل مهمات الفاسيليتي وأربع أشخاص كحد أقصى ننتقل للجوائز الجانبية وأول شيء إذا كملت آخر مهمة لأول مرة بتاخذ 100000 إذا كملت كل المهمات من البداية للنهاية بالترتيب الصحيح بتاخذ مليون إذا كملت كل المهمات من البداية للنهاية مع نفس الأشخاص والنفس الفريق بتاخذ مليون إذا كملت كل المهمات في وضع الشخص الأول بتاخذ 100000 بتقدر تسوي هذا الشيء من خلال اختيار كاميرا قبل بداية المهمة أخيرا إذا كملت كل المهمات من البداية للنهاية ومعك نفس الأشخاص وكل المهمات على طور الصعب وبدون ما أحد يموت منكم بتاخذ 10 ملايين هدية وهذا أصعب تحدي في الأونلاين واسمه Criminal Mastermind Challenge أما بالنسبة للجوائز الأساسية فهي كالتالي ومكاسب الفلوز توزع على الأشخاص في المهمة The Fleeco Job تعطيك مكسب 143750 ويفتح لك خصم على سيارة كوروما وكوروما أرمورد The Prison Break تعطيك مكسب 500000 ويفتح لك خصم على فيليوم 5 Seater بريزن باس وكاسكو The Human Labs Raid فيها مكسب 675000 ويفتح لك خصم على Insurgent Insurgent Pickup وValkyrie Series of Funding تعطيك 505000 ومسعر خصم لTechnical وميول The Pacific Standards فيها مكسب مليون و250 ألف ومسعر خصم لإلكتور Savage وبوكسفايل بمعنى أن مهمات لستر تعطيك مكسب 3 ملايين و37750 ويفتح لك سعر الخصم على 13 مركبة أما الفسلتي فهي كالتالي ومثل ما ذكرنا أن في عندك ثلاثة سيتاب وهنا تأخذ الفلوس على السيتاب يعني لازم تكمل كل المهمات قبل ما تأخذ الفلوس سيتاب الأول يصنف تحت اسم Act 1 ويعطيك 812500 ويفتح لك خصم على ديلوكسو وأكولا Act 2 فيه مكسب مليون و187500 وسعر خصم لRCV وسترونبرغ وأخيرا Act 3 فيه مكسب مليون و500 ألف وخصم على تشيرنوبوغ باراج TM02 كانجالي فولاتول وثراستر بمعنى أن الفسلتي فيها مكسب 3 ملايين و500 ألف يفتح لك سعر خصم على 9 مركبات وهذه الصورة سويتها تشرح كل الأشياء التي تكلمنا عنها من هنا أكون وصلت لنهاية المقطع يطيكم العافية على المشاهدة لا تنسى أن نمنع اللايك والاشتراك وأشوفكم فيديو جديد بإذن الله